الحقيقة خليني احنا بنجيب اسماء لعيبة كبار يعني زي كابتن عليها معيوب ناس كتير لسه يمكن مقاردش شخصة محمد فخري في الملعب يعني كالعيب كورة يعني وفيه ناس كتير يعني على حسب ما باسمع بتشبهك بانك فيك مستايل أبوتريكا وفيه ناس تانية بتقول انك بتميل اكتر لهدي خشبة يعني هيبان طبعا مع الوقت ومع كل ما تاخد مطشاط اكتر وكل ما انت تاخد راحتك اكتر في الملعب وتقدر تعبر عن قدرتك ومعارضتك انت بتحس انك انت ستايلك اقرب لمين يا فاخ طبعا الكابتن هادي خشبة طبعا لعيب كبير الكابتن حان بوتريكا لعيب كبير ومحترم وبالمناسبة انا جيت يوم 16 واحد 2018 كانت سنة بورده كان نفس اليوم اللي كان الكابتن حان بوتريكا فيه كان موجود في النادي الاهلي اي 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 ا إن شاء الله يكون بإذن الله يعني إن شاء الله نص حقاً هو الملعب؟ لا طبعاً جاء ملعب تريكا واحد من اللعيبة اللي جمهور الأهلي مش ممكن ينساهم يعني جاء المستطيل اللي أقدر بتريكا لعيب مع الوش خلاف بس خد بالك برضو تريكا قصة نجاح يعني تريكا اللي جه أو اللي ختم حياته في نادي الأهلي وعمل رصيد من الإنجازات والبطولات مش هو تريكا اللي جه من الترسان تريكا جه وخد مشوار طويل واشتغل على نفسه وطور من قدراته ففكرة إنه إنك تلبس تيشرت نادي أهلي مش هو ده الهدف لكن إزاي هتشتغل على نفسك بعد ما تلبس تيشرت ده هو ده السؤال السهل الصعب والأهم في الاتنين يعني أتفق ولا؟ لا أكيد أتفق طبعاً مع تشيرت نادي الأهلي طبعاً أحتاج شغل وتطوير مستوى طول الوقت يعني أهم حاجة إن تشيرت نادي الأهلي تشيرت تهيل جداً ما فيش أي حد تلبسه وأي حد يدخل نادي الأهلي ويلبس شيرت نادي الأهلي ده لعيب كبير ده لعيب في أي مكان بس أهم حاجة في نادي الأهلي إن اللعبة دايماً بيكون دايماً كلها جاهزة فإنت لو أسرت في أي وقت في الأوقات هكون في حد مكان يدخل على طول أهم حاجة في نادي الأهلي الاستمرارية وخصوصاً بقى بما إنك زغرت رقم التيشرت بإزاي التيشرت نمر عشر يعني إحنا طبعاً مستنيين كل عادة الأهلي نجوه ما فيش لعيب دخل جوة النادي الأهلي ما بقاش نجوه وما يملكش مقاومات النجومية من ناحية الإمكانيات ومن ناحية المهارات ومن ناحية أنه يكون لي دور في النوت التاريخ مع الفرقة ده مفيش فيه شك لكن لما نتكلم على تيشرت نمر عشر احنا نتكلم على تيشرت أتقال تيشرت موجود جوة تيشرتات النادي الأهلي كلها وبالتالي الجبور مستني منك أكتر فبالتالي حاجة صعبة إن شاء الله أنا أحاول أن أكون بقدر المسؤولية أن أنا أكون عند حص نظان الجماهير كم سنة في أخذ جدواتي؟ أنا 21 أربعة تلاتة تسعة وتسعين أنا أكون إن شاء الله أنا أكون على قدر المسؤولين أنا أكون موجود في شركة النادي الأهلي أكون على قدر المسؤولية عند حص نظان الجماهير وعند حص نظان اللعيبة والجهاز الفني والناس اللي قبل كده كانوا بيدعموني ويساعدوني